اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وسامة السلم انا صراحة كنت قد قررت رواية قبل كذا كانت روب ما اخبضنيت ما اخوف تجي ان المرة روعة واعني الاحداث صراحة مقنعة فقررت بشتري هذا الوقت لديت صراحة على كثير مدع و انا في نفس الوقت صراحة احب شلوقه في الكتاب و له ثلاثة ارزا له ثلاثة يعني فيه صراحة لكامبلو فاخترت هذا و كنت ببتدي فيه الكتاب الثاني لبعده ثلاثة غرناطة طبعا مما يعرفها ثلاثة غرناطة بصراحة سمعت انه كثير فقلت باخذه كمان في هذا مذكرة الطالب الحب الباردة تعرفوا دهريفون بيكت حكيت لكم عنه من قبل في اللغة الانجليزية هذا نفس التاب بس مترجم باللغة العربية طبعا شوية ما اسلمينه ما هو بترجمينه زي ما هو طرح يتجنن كوميدي مره كمان هنا انت كاتف التصرف كذلك طرحنا كنت ماخدته بس الشو اسم هذا الزوجي فكهذه هنا الجميل هاروكي موراكي طبعا انا قرأت صراحة اول كتاب هذا قرأته تقريبا قبل ما ادرب الله بس بتلاقون تقييم ما هني في الاستقرافي قرأته صراحة انقهرت جدا اني انا ما كنت ادري انه فيه لسه كمان فيه تكمله الصراحة يجنن بس اللي قهرني انهاية ما كانت واضحة بتلاقوني كاتبتها لما لقيت انه فيه هاتي فقمت اشتريته هوق قلت خلييني قرأه على الارض الواقع لان المرة اللي قرأته فيها كان كان بديف فما عجبني هذا الجزء الثاني هذا الجزء الثاني هذا الجزء الثاني طبعا انا ابتدت فيه خلاص اوكي وهذاك الجزء الاول هذا الجزء الثالث لسه باقيمتوا بتصم وفتحته هنا هذي الدجاجة التي حلمتوا بالطيران الرواية هذي كورية اعترام طيب قصتها هي ام انا بصراحة اقرأت بس من وراء هي ام على السلسنها الدجاجة وكانت دائما تتألم انهم يأخذون البيب حقها فحلمت بالطيران وتطير برا المكان اللي هي فيه وتروحها تتكلم عن هي شوية نسوية تتكلم عن الحرية عن انه كيف الشخص ينظر عشان اهدافه هو هم كاتبينها هنا هذا هو ربيو حقها هم انا صراحة عشان كتا عجبت لي انا صراحة في السلسنها هم هذا الكتاب صراحة بقصصات غريبة معاه قالوا وهي انه انا اتحلمته اتحلمت بالكتاب هذا يعني صراحة ما كنت ندري انه فيه كتاب اسمه صاعد الساحرات اطلاق قانون قد سمعت عنه حتى بس تحلم بالحلم هذا و بس تدوي عشان صاعد الساحرات و اول ما شخطوا طلع فوجي في بوكتشين وبتلقى باختوا بشوف شخص صارفة ممكن رسالة من الكون او ما ادري اشوف بعدين الاخير الرحلة العجيبة للفقيرة الذي يظل حبوسها في خزانة ايكيا ام صراحة انا سمعت عنه من واحدة من متابعته من الاسستقرام و مرة عجبتني عجبني الكلام الي قالته عنه فاخدته و قلت بكرة عشانه و بس يا رب تكون انا بسطتو بها الريفيو هذا الطسية عن الكتب ان شاء الله لما اقراها بعضتكم تقييمة عنها الحقيقة الاخر و بس باي اي صح لا تنسوا الايك سبسكرايب و شير و كومنت لطيف لو سمحتوا شكرا 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 شكرا